هدو هما البلغات اللي غادي يحمقوك ويعجبوك وماذا قديرهما رائع ومالاشكال ما نقول لكش. البلغات رائعين. لأكيد غادي تشفيهم وغادي تديهم ان شاء الله بعد الايام. وبركة بإذن الله. رائعين. الداد. طعم مختلف ومميز. واشكال كذلك رائعة. بلغات بريستيج. اكيد اكيد متأكدة ان الوضع قد يعجبك بزف بزف بزف. ديرهم جربيهم والدادية. السلام والله عليكم وبركاته وسعيدة جدا بلقائكم. اهلا وسهلا. يوم شاء الله غادي مع بعضنا بلغات رائعين جدا بريستيج. غا نحتاج لهم مقادير تالية خليكم معي. ميتين وخمسين غرام عندي دي ديال دقيق متردل الحلويات. ما نخوله وضعتها في قصرية او في اناء اللي غادي نعجنه فيه. عندي ميتين غرام ديال زنجلان مغسول اه ومنقي ومصهد. مصهد ماشي محمور. مصهد اجباري بشي خجنا الطعم ديال زنجلان. عندي خمسين غرام ديال لوز بودرة. هو رائع من طحون بدون قشر هذا. يتباع هكذا جاهز ويمكن لكم تصوبوا ولكن تطحنه بدون قشر. عندي هنا اه نافع مع العاقة صغيرة. كي كي تشوفوا الملعقة اللي راهي في ديال هادي كي باش كنخدم. النافع يكون مغربل يعني متحون مصهد ومتحونه مغربل. عندي البيكن باودر با جرام من نصف كيس. عندي كذلك مسكا حراء راس ديال مع القاء فقط. المطحونة كذلك مع السكر. عندي قبصة ملح اجباري في كل الحلويات ديالنا. عندي هنا اه لحبة الهيل او قاقلة عندي يفوب عمل عاقة كذلك من طحونة وتكون مغربلة لانك يكون فيها بحل عويدة كالتطحنية بصعوبة. هنخلط نواشف ديالي كلهم مع بعضهم جيدا 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 جيدا. ثم غنبدأ باضافة المواد السائلة او المواد اللي هي الدهنية. سوف نضبط اضافة زيت. زيت كيف تشوفوا عندي اه اه احتيال نصف ديالة الرابع ديال كأس العنبة. احتيال رابع نصف رابع يعني تقليبان افعاد الملاعق ديال المائدة. عندي هنا الزبدة مدابة عندي ستين غرام دوبتها حيد منها تلك البيودية ديال انزلت غير تحت ما تتحرق عادش ما تتحرق ما توليش نوازت غير تحت ما تحرق تحت تنزل تحت تولي فاقمسين غرام منها ستين غرام قبل ما تدوب. يعني انخلط اش غندير بحالي نصوب لبط بغيزة او العجين المكسر. عندخل جيدا دك الزبدة وزيت في الدقيق ديالي حتي الدسم كامل عدن ان شاء الله بالعجن. بعد ما كاندخل جيدا الزبدة وزيت في الجيء نبدأ مباشرة ان شاء الله بالعجن. نبدأ نعجله باول شي اللي عنا هو صفر البيضة. صفر البيضة ضرورية هذه. لماذا؟ لأنها ستعلق لكم ذاك المواد مع بعضها. دعوها وردوها ضرورية. حيث انا مجربة بها ومجربة بها فبها احسن. عندي صفر بيضة يقول لكم. وعندي ربع كأس ماء الظهر. كأس 60 ملي لتر. كي تشوفو. وعندي كدلك الماء دافئ. دافئ. ماء اللي البرو دا ما يكونش دافئ بزاف. هنا ما عندي تقريبا هاداك الكاب اللي كتشوفو. هذا الكأس اللي كتشوفو عامر. تقريبا غدي نستعملوا من واحد كأس عنباء وعباء على حساب نوع الدقيق. دي ما كبوا شوية الماء وخلطوا العجين خاصة تكون واقفة نوع عن ما. ما تكونش قافحة بزاف. ما تكونش لهينة بزاف. يعني وسط. تكون معانا ما بين وبين. ماشي ليينة بزاف حلقة ومنك تشوفو معايا. ثم مباشرة من بعد ما كنكملها. كنغطيها بفيلم أليمون تيخ او بلاستيك ريدائي. وكندخلها لتلاجة. اياه غندخلوها تلاجة غتساعدكم بزاف. وغتعجبكم هاد لاستيوس بزاف بزاف. كندخلها تلاجة تقريبا من 15 دقيقة. حتى نصف ساعة. وكان بدأ نشتغل فيها من بعد. كان نجبدها. كان حلا ماشي الكونجيلاتور كان اكد تلاجة فقط. كان بدأ نشتغل بها. كان نقطعها. انا قطعتها الابع قطع. يمكنكم تقطعوا الاقل. باش ما تنشفش ليه. نشتغل بخاطري. نشتغلاش كلها مرة واحدة. من الافضل بحل هكا قطع. لان انا انا سوف ندير عدة اشكال. اذا سوف نشتغلوا بها مرة واحدة لكم الاختيار. مهم مباشرة كم نبسطوها. فقصة العمل دون دقيق دون اي اضافات. العجينة ما توركوش عليها بزاف بالدلة. كنتم ما كنت تلقوها. اي بشوية عليكم. لان العجينة مطلقة معاكم. ما تخافوش منها. وبالنسبة للساق. ما تلصقش لكم انهائيا. ولو تكوني اول مرة كدريها غير ما توركيش عليها بالدلة. لو وركتي غير تلصق لك. ما توركيش بزاف. تلقي غير بهدوء. صافي مباشرة بعد ما كانت لقاها. كان اخدها الدوائر اللي عندي ليس. غير كل الخضرارة هي اصغر من الاخرى السفرة. هنستعمل الخضرة. هنقطع العجين ديالي بحلها كالدوائر. نحاول نقطع احدى بعضياتهم. باش ميكونش عندي ذاكل الباقية ديال العجين كثيرة. دائما نحاول نقطع احدى بعضهم. تبقى لي الباقية تكون قليلة. بعد ما كان نقطعها نزيل الزوائد. ونحيدها على جنب نغطيها. او نرجعها. مهم من شوفوا ما تعجنوهش مع بعضها من يتزيلوها. بحل العجين المكسر غير جمعوها. وخليوها كما هي. بلما الوسط. ما تكون شقيقة بزيف. وما تكون شغلة يضع. السمك اللي كتشوفوا معي. كان اخد اول دائرة. كانت نيها بشكل اللي كتشوفوا. ماشي على النصف اقل من النصف. وكانت نيعود تاني على زوج. وكان نضغط على الجواني بتمنى يكون واضح لكم الفيديو. فانا حاولت ما امكان نوضح لكم. خليت هنا ايا بالعرض الباطئ. وكذاك الجواني بكنا نحاول ننخرجهم على بحلش كان نفتح شي زهرة. هاك هاك. وكان وضعها على جنب. هذي اول شكل ديال البلغات. هدو بحل الزهرة كي يجيو زوينين بزيف. ثم نكمل بنفس الطريقة. كان نحمل الدائرة. كان نطنيها لكن ماشي على زوج اقل. ثم كان نبسط. وكان نكبس جيدا. باش ما تحلش معكم في القلي. كبسو كما تشوفوني كان كبس بنفس الطريقة. صافي كان مشي مباشرة من نكمل هاد الشكل. هاو وكان وضعوا في صافيح هذه الفرن. ضروري يخصم يكونوا واقفي لكم ما يطيحوش يكون القاعدة ديالهم تتوقف. باش ما يتحطوهم يكونوا فعلا بريستيجو تحمر الوجه. كان ندوزوا مباشرة للشكل ثاني. شكل ثاني بحل لكورني. فكان اخذوا الدائرة ديالنا وكان بدووا نسدوها من الاسفل. حتى كان طلعو كنخليه دا كراس مفتوح. كل بساطة لكن دائما كان نركز كبسو مزيان باش ما يتحلش ليكم في القليل. العجينة ديالي متأكدة منها مليون في المئة انها جيدة وما غيرتحلش لكن كان نوصيكم كبسو جيدا. صافي مباشرة بعد مدرنا الشكل الثاني قد نزول الشكل الثالث. الشكل الثالث غيرت معكم مربعات باش نعطيكم كل معلومات. هنا اخذت مسترة ومسترة ديال المطبخ. فيمكن استعملوا مسترة ديال الوليدات ديالكم ديال المدرسة المطبخ باش نجيبوا المربعات كلهم قد قد غادي ناخد طول خمسة سانتي وفي العرض خمسة سانتي نفس طول والعرض. على الطول شوني ستا ديال المربعات وعلى العرض جاني ثلاثة ديال المربعات خمسة سانتيم خمسة سانتيم اعطيتني ثمنتاشر قطعا في هاد المستطيل اللي كتشوفو. مهم انهم يكونوا قد قد هذا ضروري. ضروري يكونوا قد قد باش يعطيونا البلغات زوينين. سوف يكون نقطع وكنفدا ان شاء الله علشان هدفتو معاكم باش ندير معاكم مربعات البلغات بالمربعات والبلغات بالدوائر ان شاء الله حتى الدوائر نديرهم معاكم. مشكل اللي كتشوفو معايا. كنا اخد طف ديال المربع وكنتني بحلها كاية مع الاصبوع ديالي او بين اليدين ديالي وكنستوا واحنا حصلنا على البلغة ديالنا طريقة رائعة وسهلة جدا. كيكا تشوفو. سهل مهم انكم انتباركوا جيدا على ديك المنطقة اللي كتشتوها. تنمرو الشكل الثالث معاكم اللي هو شكل البابيون او وردة. بحل هاد شكل كناخد دائرة. كنكبس على الوسط ديالها بهدو. الوسط مهم يكون الوسط. تكتر جاء ببابيون. انتبارو الشكل الربع هنا. كناخد دائرة. او للشكل نفسه ديالبلغة لكن هي بالدوائر. كناخد دائرة. وكندي بلي هاد شكل على الاصبوع ديالي وكيعطيني البلغة بالدوائر. هنا الشكل الربع كناخد دوائر بحل هكا وكنسدوهم الجواني بكي كتفو كنكبس عليهم الجواني بجيدا. ثم ناخد جواني بالتانية هي كنكبس عليها وكنتعطيني بحل هاد شكل هذا. بحل هاد اشكال سبقلي دائرة معاكم في اللحمة بعاجين على خليها لكم صندوق الوصفة تحتاجوا ان شاء الله في رمضان هي كذلك. كنكبس كذلك لشكل اخر كنعمل الجواني فقط كنجيب حل الصدفة ديال البحر هادي. وكنفتح هدو كل جوانيب الاخرة اللي هي محلولة كنفتحها كنجيب حل الصدفة يمكن لنا نعمرهم بما انهم بريستيج فحنا نعمرهم اكيد. يعني ادفت معاكم اشكال اخرى لكن ما استطعت فقط نوريها لكم بحل المتلات بحل اشكال اخرى. كنتبهني كل فيديو كان واضح لكم جميع الاشكال. كنتبهني كل فيديو كان واضح لكم جميع الاشكال. كنتبه مباشرة لقلي بعد ما مكملنا. كانعتذر لاخليكم وانتحوا شوية لانني مشيت كامت واحد صلات مشيت صليت ورجعت ليهم بديت بالقلي. يعني تقريبا نريحتو واحد نص ساعة تقريبا لقيتو منها شفين. يمكن لكم تقليو مباشرة بهاد العاجي اللي اعطيكم واطق فيها مئة بالمئة. كانت اكد من الزيت ديالي سخنات. المقلات تكون تقيلة العافية تكون وسط. كان اللوح واحد القطعة صغيرة ديال العاجين باش نتأكد من الزيت لكانت تمومات طبعي مستعملتوش انا نشوفوا الدرجة ديال الزيت. وش جيدة ما تكون ش عالية ما تكون ش مئة وثمانين او مئة وسبعين تكون في ايطار مئة وخمسين مئة وستين جيدة جدا. كان نبدأ بالقطع اللي بديت بهم هما اللولين كي يكونوا هما نشوفوا اكتر كان نبدأ بهم في القلي. كان اللوحهم في الزيت بحالها كباني متأكدك قطلكم العجين ديالي ما تحلش كان لوحة ما عنديش اشكال. سافي وكان نحرك التنجرة ديالي باش الزيت كتعوم عليهم كاملين. ثم كان خليهم اتقلاو ما كانحتاجوش نقلبو بلوحدة بلوحدة فكان اخد فقط المصفية ديالي وكان نبدأ كنحرك بها بهذا الشكل هذا. بعد ما كي ياخدوا اللون ذهابي جيد في الاول مرة كي ياخدوا شوية دلوقتي تكون اول مئة بني كان نرميهم زيت كتبرد لنا نوعا ما. صافين بعد ما كي ياخدوا اللون ذهابي ما تخليهم شي تحرقو حين الزنجلة اللي فيهم الداخلة تحرقو كي يجي مور وما كي يجيوش تزوينين ياخدوا فقط. ويكون طيار دائما على النار متوسطة. مني تشوفوا بان الزيت ديالكم سخنت لكم بزير. نقصوها على الاخير ومني كتكونو كتزو في البلغات ديالكم. باش ما تحرق لكم ش الزيت. صافي كان وضعوه مباشرة في العسل. العسل اللي باسبق لي حضرتو معاكم. إن شاء الله غاد نخلي لكم طريقة هاد العسل. إن شاء الله بالعالمين العسل اللي كي يلصق وما يحييج مستحيل. بعد ما كان صفيهم العسل كان خليهم واحد الوقت الكافي في العسل اللي كان صفيهم. هادو هما البلغات ديالنا اللي كان حصلوا عليهم رائع جدا بلغات بريستيج اللي حمروا اللي كلوجه رائع جدا. بالنسبة لها كشكل ديال الكورني فانا عمرته بالبخاليني. يمكن لكم تعمروا بأي حاجة كتحبو. بزاف ديال الخلاطات إن شاء الله نعطيكم في المستقبل العديد منهم. أنا تواجد عندي في البيت البخاليني. عمرت هادو بالبخاليني والاخرين خليتهم مدفت فيهم غير اللوز مقلي. وزينت هم هكا بهذا البونبون كولوري. وزينت كذلك باللوز إيفيلي. إحته هو البلغات ديال بابيون. وهذاك البلغات اللي على شكل متلطة دفت لهم اللوز عاملين من الداخل. هادو هما البلغات ديالنا كي يجيو ولدت بزاف شاش ومقال مشي يعجبوك. أكيد 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 اللي جربتهم. ما ستندميش إطلاقا ومن أول مرة ستكوني كالمحترفة فيهم على ضمانتي غير تبعد طريقة المقادر. ويجحوا معك أي سؤال خليهوا لي إن شاء الله في تعليق. تلقوا الإجابة. لما كنتم ما زال ما اشتركتوش في القناة كنا رحب بكم. اشتركوا بضغط على المربع الأحمر في الأسفل. وفعلوا الجرس اللي هو الكل باش يوصلكم دائما جديدنا. سوف نشوف معكم هنا القوام ديال البلغات ديالنا. واللدة ديالهم لا تقوام والعسل ديالهم لاصق وائع. خليكم أنا. رائعة. قلصة في وقفة. ما شاء الله. تفتوش. تفاشت قدر يعري. قلصة في وقفة. قلصة في وقفة. قلصة في وقفة. قلصة قدرع transforming. بحذرة تعريفة. عن معكraz من الأحمر. للت système loose